اشتركوا في القناة عالية حتى نصف تون شوية كان هيبقى مرتاح أكتر لأن في الواطي شوية كان صوته مكتوم بس غنى بردو بشكل كويس وكان أداءه كويس حنان يعني عدنا طبعا المطاب بتاع البرايم اللي فات وهي مزيتها عندها إحساس بالمسئولية يعني عقبة نفسها كنا بنهديها النهاردة يعني فيه في مناطق كان التحكم في صوتها ممكن يبقى أفضل شوية بس أوفرول طبعا نفيش مقارنة بالبرايم اللي فات احنا يعني أكيد ضمنين الخسارة النهاردة أنا متضايق جدا أن حد فيه ما يمشي بحب التل أمير برأيك الفنان بيبدع أكتر تحت الضغط أو لما يكون مرتاح أكتر؟ في الأصل طبعا الفنان بيبدع أكتر لو هو مرتاح بس الواقع بيقول أن الفنان بيبقى حوله طول الوقت ضغوط بيبقى الحل أن هو يبعد عن الضغوط يخلق لنفسه عالم تاني غير العالم الواقعي اللي حواليه يبعد عن المؤسرات السلبية عن أي حاجة بتضايقه ساعتها لو فضل شيء بسيط من الضغط مش هيأثر على أداءه بس هو في الأفضل طبعا يبقى مرتاح طبعا أمير برأيك قادر عصرنا يحول نجوم اليوم لرموز فنية؟ أنا وجهة نظري أن كل عصر لي رموزه وكل جيل ليه أبطاله إحنا بس للأسف أحيانا بنكرم الرموز دي متأخر شوية أنا فتكر وأنا صغير كان صلاح جاهين طبعا الشعر المعروف لما توفى حصل هوجة في مصر وتكلموا عنه بشكل رهيب جدا مراته قالت تصريح مش هنساته العمري قالت يا ريت كان سمع الكلام ده وهو عايش ما كانش مات مكتاب فبتمنى دايما الفنانين يأخذوا حقهم هم عايشين يفرحوا يعني نحاهم نظبوط فعلا شكرا شكرا أمير